سلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف السادس الاعدادي مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الانجليزية للمنهاج العراقي وصلنا طلاب نحن لعند تمرين دي طبعا وصلنا اخذنا البكاب وحاليا بدنا ناخد ان شاء الله لقرامر إذن بالconditional نحن بالف الشرطية واحد الاف ومعها فيرب وان مثل ما قلنا لكم اف زائد فيرب وان بيعطي ويل زائد فيرب زيرو وين الويل هون؟ هون في ود من استبعدها من حط will have to maintain a minimum balance إذن if i open a student account i will have to maintain a minimum balance 2 if i had known it was raining when i left إذن if واجا معها الماضي التام الهاد زائد فيرب 3 إذن بيكون بالطرف الثاني الوط زائد الهاف هون وين في ود زائد هاف؟ i would have ولا would had brought إذن i would have ليش would have طلاب؟ ليش ما would have؟ لأن الود دائما بيجي بعدها فيرب زيرو ممنوع يجي بعد الود أي تصريف إلا فيرب زيرو يعني جذر الفعل إذن فيرب زيرو دائما ما بصير بعد الود يجي فيرب ثري غلط إذن ما بيجي فيرب ثري بعد الود تمام طلاب؟ برد بايدة تكون إياها if i had known it was raining when i left i would have brought an umbrella إذن استخدم الـ i استخدم الود بعدها الهاف وبعدها الفيرب ثري إذن هي برود لأنه ماضي تام الجنب الثاني رح يكون would زائد have زائد فيرب ثري إذن بعد الهاف والهاد والهاز دائما بيجي فيرب ثري إذن جاء أنا هون بالفيرب ثري إذن البوت أو برود عفوا دائما بيجي بالفيرب ثري لأنه بعد إجيت بعد الهاف أما بعد الود دائما بيجي فيرب زيرو ثالثا إذن حطنا هون هاي الحالة الثالثة اللي هي الود زائد have زائد فيرب ثري مثل اللي فوقها تماما إذن بدي يكون بالطرف الأول اللي عند الـ if اللي هو شو طلاب بدي يكون ماضي تام إذن إذن ماضي تام بديجي هاي الحالة الثالثة من الـ if الشرطية ثرد إذن 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 هاي الحالة الثالثة بدي يكون بالطرف الأول اللي فيه بالـ if بدي يكون ماضي تام وإن الماضي تام إذن إذن هاي الصحيحة إذن 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 هاي ماضي بسيط خمسة if I had أو have a computer we could search the internet إذن الـ would والكد نفس الاستخدام تماما إذن هون إجابة الـ would أو الكد زائد verb 0 إذن الـ would والكد والverb 0 شو بتكون هاي بتكون الحالة الثانية من الحالات الـ if الشرطية second conditional اللي هي بالماضي البسيط إذن if I had a computer إذن had لأن لو أنه كانت if I have a computer بتكون هون well تمام ما بتكون مثلا بالتصريف الثاني could تمام if I had a computer we could search the internet 6 if I played أو have played tennis I would join the tennis club نفس الشي نفس حالة الكد اللي هي الـ would الـ would زائد هاي الحالة الشرطية اللي هي الثانية second conditional إذن would زائد اللي هي نفسها الحالة الشرطية شو الحالة الشرطية الثانية second conditional اللي هي بتيجي مع الماضي البسيط if I played إذن نستخدم نحن نختار لـ played لأنه ليش لأنه ماضي بسيط بيجي بالطرف الثاني يلي هي would زائد منعيد لكم يا طلاب تمرين كثير حلو نفس الوقت مهم underline the correct form in each conditional sentence one if I open a student account I will have to maintain a minimum balance two if I had known it was raining when I left I would have brought an umbrella if I had seen him yesterday I would have told him your news four if we hadn't gone we would have had time to go for a boat ride five if I had a computer we could search the internet six if I played tennis I would join the tennis club a temereen جيد سهل سهل ننتقل على temereen اللي بعده temereen طلاب نفس الشي كمان باستخدام conditional اللي هي complete these conditional sentences if you go out in this rain if يجا معها verb one إذن if زائد verb one بيعطي بالطرف الثاني well زائد verb zero إذن if زائد verb one بيعطيه بالطرف الثاني اللي هي well زائد two well زائد verb zero إذن الif يجا معها verb two الحالة الثانية اللي هي بتطلع من هون بالطرف الثاني الود زائد verb zero إذن الحالة الثانية second مع الماضي البسيط بالطرف الثاني العبارة الثانية اللي بتيجي ود زائد verb zero ثلاثة الif يجا معها if you cook an egg يجا مع الif if you cook معها verb one if you cook an egg for half an hour هو الحقيقة علمية طلاب نستخدم ها ب zero conditional إذن if you cook an egg for half an hour بتحط بالطرف الثاني فقط verb يعني حاضر بسيط مع الif الشرطية وبالطرف الثاني بالعبارة الثانية بتحط فقط حاضر بسيط ليش لأن حقيقة علمية إذن الif معها الماضي التام الهد زائد verb three بيطلع بالطرف الثاني منحط would زائد have زائد verb three إذن الif يجا معها الماضي البسيط اللي هي second conditional منحط would زائد verb zero إذن بالطرف الثاني منحط would زائد verb zero if the car hadn't broken down إذن الif يجا معها ماضي تام إذن الهد معها verb three منحط بالطرف الثاني would زائد have زائد verb three بما أنه هون جملة الشرطية الثالثة فيها نفي منحط بالجواب أكيد نفي تمام طلاق إذن الحال الستة النقطة السادسة إذن ماضي تام بصير would زائد have زائد verb three وبأنه في نفي وبالحالة الثالثة كمان الجواب بد يكون بالنفي سؤال كثير حلو وكثير سهل طلاب بالف الشرطية شرحنا لها كثير وعطينا كثير أجوب أي طالب عنده أي سؤال بما يخص الف الشرطية يغسلنا على المجموعة ومنحكي على المجموعة ونتناقش بإذن الله على المجموعة وأي سؤال بإذن الله بنجاوبكم عليه طلاب هاي التمرين طبعا شرحت لكم القاعدة الأساسية تابعه هلا قلت لكم شو هو الاستخدام وشو بدأ نحط بالجواب هون طبعا أنت مخير في الجواب تكتب الجوابي اللي بدك إياه طبعا هاي الطلاب بيكون واجب بتبعتول إياه بتحلوه بتبعتول إياه على المجموعة مشان نشوف كيف حلول الطلاب نتناقش إن شاء الله المجموعة بالحلول وأي سؤال للطلاب كمان إن شاء الله جاهزين نحن لأي سؤال نجاوب على أي سؤال من أسئلة الطلاب هون بتكون خلصة الجلسة طلاب إن شاء الله ملقاكم بالجلسة القادمة بإذن الله دمتم سالمين وبالتوفيق إن شاء الله